أولاً نشرفنا أن نحتضن هذا المؤتمر المهم إيماناً مننا أن لا يمكن أن يرتقي مجتمع دون ركي جهاز تربية والتعليم ولا يمكن أن نرتقي أيضاً كمجتمع بدون أن يكون المعلم في المركز وهذا احتفاءاً بهذه المناسبة بيوم المعلم ونحن نثمن وعالناً هذه الرسالة السماوية التي يحملها كل معلم ومعلمة جهاز تربية والتعليم والتعليم خاصةً يبكى السلاح لنا كأقلية عربية في داخل دولة إسرائيل ومن هنا الاستثمار بالإنسان هو الاستثمار الحقيقي هو يعني كل كيادي يجب أن يهتم بأولاً جهاز تربية والتعليم هناك نبني الإنسان هناك نخرز الكيم كيم المحبة والتسامح كيم ارتباطنا بهذه الأرض بلغتنا باهتمامنا في مجتمعنا وبقضايا مجتمعنا الحارقة فمن هنا يعني نعتز ونفتخر أن نحتضن هذا المؤتمر الرائع لجنة متابعة قضايا التعليم العربي وهذا التعاون بكل ما يخص ببحث القضايا الحارقة والمهمة بجهاز تربية والتعليم من أجل أن نتعلم ومن أجل أن نرتقي ونبني ونسير واضح أن جهاز تربية والتعليم يعني يخوض تحديات واسعة جداً وخاصة يعني في ظل آفة الجريمة والعنف التي تصف في مجتمعنا ونحن يعني هذا الآن هو في لب اهتمامنا الأمن والأمان يعني قضية علاج الجريمة والعنف تبدأ أيضاً ليس فقط في البيت وإنما في جهاز التربية والتعليم كما ذكرت هناك نغرس الكيم الحقيقية في نفوس ونبني الكيادات ونبني الإنسان ومن ثم المجتمع فجهاز تربية والتعليم أولاً يعاني من ميزانيات نحن نريد أن يكون المعلم في الصدارة أن يكون المعلم يعني يتمتع بمعاش عالي وليس كما هو الآن ومن هنا نحن ندعم يعني مطالب المعلمين بكل ما يخص في تحسين أولاً زيادة أجورهم المعلمين والمعلم هو بالأساس طبعاً الاحتفاء في المعلم تقدير للمعلم وكانت المعلم أهمية وجود معلم في مجتمعنا في مجتمع اليوم اللي هو للأسف الشديد يعاني من آفة العنف مجتمع مستهدف مجتمع الكثير من شباب وشباته بحاجة للتوجيه والتوعية ودور المعلم هو دور مهم استراتيجي في سقل هذه الشخصية وبناءها وبناء المجتمع بالتالي فاليوم هذا المعلم بالأساس هو احتفاء بالمعلم وطبعاً كيف ما نفاهم هي مناقشة الوضع كيف يمكن أن نحسن الأمور ماذا يمكن أن ينتج عنه لأنه عندما تلتقي في المعلم أنت تلتقي في المعلومات أنت تلتقي في الأرضية أنت موجود في داخل المدارس ومع الطالب وبالتالي تستطيع أن تنقل هذه المعلومة وتفكر فيها وترجمها لأشياء اللي ممكن تكون بناءة أولاً هذا المؤتمر الثالث للمعلمين العرب هدفه طبعاً يقام بمناسبة يوم المعلم العالمي للتأكيد على دور المعلم وبالأساس في مجتمعنا العربي التأكيد على دور المعلمين العرب الذي نريدهم معلمين ومعلماتنا قياديين وقياديات مثقفين يقومون بدور مركزي في العمل التربوي من أجل أن يكون العمل التربوي في المدارس العربية ذو قيمة يلبي احتياجات مجتمعنا التربية والتعليم هي ليست فقط قضية علامات إنما هي بالأساس بناء إنسان هوية عطاءه هوية عطاءه أمل عطاءه أدوات لهذه الحياة وبالأساس أكدنا في هذا المؤتمر على ضرورة العمل مع الطلاب المهمشين الطلاب الذين يحتاجون فعلاً دعم المؤسسات التربوية كي لا ينزلقوا إلى التسرب إذا كان تسرب خفي أو تسرب علني ونرى بذلك جزء من التحديات إضافة إلى موضوع الهوية واللغة العربية وأن يكون لمدارسنا أيضاً مشاريع أساسية تقوم بها سوى الاهتمام فقط بموضوع العلامات التي طبعاً لنا نعتبرها أيضاً مهمة ولكن إلى جانب ذلك نرى أنه بحاجة أن نطرح خطاب آخر وللمعلمين القياديين الذين وصلوا إلى هذا المؤتمر لهم دور كبير في ذلك المؤتمر طبعاً لا شك أنه المؤتمر هو حدث مهم جداً ويهم كل شخص مهتم في الجانب التعليمي والتربوي في الوسط العربي المدرسة النهضة شاركت في المؤتمر من خلال مجموعة من المؤلمين ولكن أيضاً معلمتين ثنتين عراضين مبادرتين متواجدات في المدرسة من سنوات هدف هذه المبادرات هي تنمية القيادة الطلابية القيادة الواعدة لمستقبلنا العمل على تعزيز قيم محددة في الطالب مدرسة النهضة تعنى بدوائر الهوية المختلفة للطلاب فكل مبادرة أجت حتى تتجاوب مع أحد هذه البوادر أو هذه الدوائر المبادرة الأولى التي تتعلق فيها اللي نسميها أنا إنسان أجت حتى تتعامل مع دائرة الهوية الإنسانية مع القيم الإنسانية التي يجب أن يعمل من أجلها في المجتمع نفسه أو مع المجتمعات المختلفة أو مخارج الدولة يعني كان تعامل مع قضية اللاجئين السوريين وفي نفس الوقت كان تعامل مع قضية العنف داخل وسط العربي والمبادرة الثانية أجت حتى تعزز انتماء الطالب واعتزازه في هويته من خلال عرض كل الإنجازات والنجاحات التي يتميز بها الإنسان العربي الفلسطيني بالأساس إحنا هاي السنة الثالثة بنشتغل بمبادرة الوسطاء الصغار بمدرستنا من فترة الكورونا نجحنا كمان بتوصيل الفكرة لطلابنا رجعوا بعد الكورونا يشتغلوا كوسطاء صغار اللي يقوموا بحل النزاعات الهدف الأساسي طبعا من المشروع أنه الولاد هني يكونوا مسؤولين عن حل النزاعات والخليفات اللي بيدور بنات هان طلاب نفس كداش المدى نجاح هاي بنسمع الأصداء بتيجي من الطلاب يعني لما الولاد هني متحمسين عندهم الحماس وشغف المتابعة وإنه يكونوا هني عندهم ينادوا الطلاب بيشوفوا واحد مختلف مع واحد من دوي شوراك تيجي جرسة وساطة الشغف والحماس عند الطلاب بيبين قد الحماس من فتعة صف مثلا منسألهن كم واحد منكو كان بجرسة وساطة 13 يرفعوا من مثلا من 24 وبسنتين وهي الثالثة بعدها مش بالش نحنا سعيدين جدا جدا باستضافة هذا المؤتمر مؤتمر المعلمين الثالث في كفر قرية وبحضر يعني بشكر جميع الحضور من داخل قريتنا ومن الكرة والمدن المجاورة وحتى من أقصى البلاد أتولما في الموضوع من أهمية ومن أهم النقاط اللي رايحة تنبحث وتكون على جدوى العمال المؤتمر نقاط مهمة جدا كقضية الهوية الشعور بالهوية وقضية الانتماء وبالفعل طبعا وبالتأكيد وبالتجديد على مكانة المعلم وتعزيز مكانته ودعمه من جميع النواحي إذا كان الدعم المهني وحتى المعنوي وحتى المادي فنتأمل من خلال هذا المؤتمر الثالث ونحن كمان مرة سعيدين جدا باستضافته أن نحقق الأهداف التي نصبنا أمام أعيننا من خلال هذا المؤتمر شعور فخر واعتزاز هذه الاستضافة القطرية المميزة هذا المؤتمر الذي يقوم عليه مجلس كفرقراء المحلي ولجنة قضاء التعليم العربي في لجنة المتابعة مضمين رائعة سوف تبرز جليا خلال الورشات ولكن دعيني قبل ذلك أن كل هذا المؤتمر هو على شرف يوم المعلم العالمين نحن دائما نقول أن الإنسان يحمل في داخله معلميه والأمم التي توقر وتحترم وتبجل معلميها هي تلك الأمم التي تصمد أمام كل الموجات من العنف والجريمة أعتقد أن هناك علاقة جدلية قوية بين زعزعة مكانة المعلم وبين حالة العنف المستشرية في الشارع وفي كل مكان كفرقراء تعتز بهذه الاستضافة القطرية وبالتعاون العظيم مع الأستاذ شرف حسان وكل الطاقم التربوي لهذه الفعالية عدا عن الخطابات والكلمات الترحبية التي كانت طبعا الأستاذ المحامي في رأس أحمد بداحي رئيس مجلسنا الذي يضع في فترة الرئاسة الحالية قضية التربية والتعليم على رأس سلم الأولويات الفعاليات المنهجية واللا منهجية إيمانا منها بأنها تسقل سيرورة العمل على شخصية الطالب المواطن فيما بعد هذه طريقتنا ضد طريقة ادفاء الحرائق بعد العنف ولكن لنخلق إنسان منتمن وواعن تواجد معنا أيضا الأستاذ مدر يونس يونس رئيس اللجنة القطرية للرؤساء السلطات المحلية سيد ناديم مصري والرائع شرف حسان الذي تحدث أيضا حول الرؤية المهنية لمثل هذا المؤتمر هذا ليس مؤتمر عادي ربما نقول أنه مؤتمر أكاديمي بامتياز ولكنه يعني يرتكز على معطيات من أرض الواقع ومن رؤية مستقبلية بعد المؤتمر اليوم هو فعلا مؤتمر الثالث المؤتمر معلمات والمعلمين العرب والهدف منه هو بالأساس تسليط الضوء على دور المعلمين والمعلمات العرب وهمية القيم اللي هن بمرؤوها وبعطوها للطلاب في خلال السروع التعليمية معنوان المؤتمر هو أملنا في معلمينا ومعلماتنا وإحنا عن جد منشوف أن المعلمين والمعلمات اللي هن دور جدا جدا أساسي ورئيسي في العملية التربوية وأنا بقول شدد أن العملية هي فعلا تربوية لأنه نحن نشوف أن المدارس هدفها ومش بس تحصيل علامات وبالآخر يعني إشي اللي هو يعني هاي السباء طبع العلامات الهدف بالآخر هو أنه فعلا يطلعوا لولاد بالإضافة للعالم بالإضافة للمعرفة بالإضافة للتعليم كمان بقيم قيم مجتمعية قيم إنسانية انتماء للمجتمع إحنا جزء منه معرفة للهوية للجذور كل هاي الأشياء الإضافية اللي إحنا بقينا أنه المعلمين بلعبوا دور أساسي فإنه تموؤ هاي القيم وتموؤ هاي الأشياء للطلاب